وحول ذلك يلتحق بنا مراسل الإخبارية من جران الزميل علي زينان علي أهلا بك كيف يبدو الوضع في حيث قام بعد سقوط مقذوفات عسكرية وكيف كانت عامل جهات الأمنية نعم حقيقة نتواجد في ذات المكان حيث على بعد أمطار قليلة هنا سقط المقذوف وأصيب أحد العمالة الأجنبية وفيما توفر آخر في هذه الآلة التي على يميني نحن في منتزه الملك فهد في اسقام قطاع اسقام وهو حدودي أكثر في منطقة نجران الحمد لله هو يشهد استقرار وهو آمن الآن جدا حيث يمارس الناس الآن عاداتهم اليومية في التمارين الرياضية وأيضا التنزو وبعضهم يقف إلى يميني وإلى يساري في ممارسة لعاداتهم اليومية تعامل رجال الأمن كان كالعادة وليس بمستغرب على رجال الأمن في متابعة الحالة ومباشرتها سواء الأمن الداخلي في مباشرته للحالة ونقل المصاب إلى المستشفى للعناية به أو رفع أنقاض المقذوف الحوثي والذي تعودنا عليه في منطقة نجران ولكن الحمد لله رجال القوات المسلحة بجميع قطاعاتها وفئاتها هم على حدود منطقة نجران وأيضا الحدود بطولها في جميع حدود المملكة الجنوبية والحمد لله آمنة مطمئنة وبثبات علي من من الجهات الحكومية باشرت أو الأمنية تحديدا باشرت الموقع والحادث حقيقة كان أول وصول هو لفرق الدفاع المدني الذين تلقوا نبأ سقوط المقذوف هنا في منتزه الملك فهد في سقام ثم التحق بهم أيضا رجال الهلال الأحمر أيضا أمانة منطقة نجران أيضا الدوريات الأمنية كانوا هذولا هم أول الواصلين إلى مكان سقوط المقذوف نعم مراسل الإخبارية من نجران الزميل علي زينان شكرا جزيلا لك